اشتركوا في القناة شركات النقل الوطني على مستوى تونس الكبرى او النقل بين المدن اجراءات ملائمة للتوقيت الجديد لحظر الجولان اصحاب مخازن التبريد بجهة الوطن القبلي يطالبون بتمكينهم من حرية التصرف في مخزون البطاطا غير المرفوع بعد تراجع ترويج هذه المادة اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الموعد الاخباري وفي متابعة للوضع الوبائي بالبلاد اعلن اليوم عن تسجيل اربع وفيات بفيروس كورونا بمنوبا وثلاث بالقصرين واثنتين بجابس وحالة وفاة اخرى بسيدي بوزيدا مع تواصل نسق تصاعد الاسابات مقابل تسجيل حالات تعافية في سفاقس في الاثناء اعلن ولي المنستير عن التمديد في قرار حظر الجولان بالولاية وذلك للمرة الثانية على التولي بداية من يوم غد الحادي وثلاثين من اكتوبر الجاري والى غاية الرابع عشر من نوفمبر المقبل مئة حالة وفاة وثلاثة الاف وسبعمائة وواحد وخمسين اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد هي الحصيلة الجديدة لضحايا كورونا بين السابع ورشين والتسع ورشين من اكتوبر الحالي حصيلة تؤكد ارتفاع نسبة الوفاة جراء هذا الفيروس منذ بدء الوباء في تونس الى عشر فاصل ستة بالمئة وقد ارتفع عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم في المستشفيات الى 1331 مريضا فيما بلغ عدد المصابين الموجودين باقسم الانعاش 229 مريضا اضافة الى 115 حالة تحت الجهزة التنفس الاصطناعي وفي اطار محاولة كبح شماح انتشار هذا الفيروس وارتفاع نساق اعداد ضحاياه والمحافظة على تماسك المنظومة الصحية تدخل جملة من القرارات حيز التنفيذ اليوم ومنها تعميم حظر الجولان بكافة الجهات من الساعة الثامنة ليلة الى ساعة الخمسة صباحا من الاثنين الى الجمعة ومن الساعة السابعة مساء الى ساعة الخمسة صباحا يوميا السبت والأحد وتعليق ارتياد دور العبادة وصلاة الجماعة وصلاة الجمعة الى منتصف الشهر القادم وتعليق الدروس بالكتتيب وغلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساء مع التأكيد على ضرورة احترام طاقة الاستيعاب المحددة بالبروتوكول الصحي بالاضافة الى تعليق دروس بالمدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية من جهته اعلن المركز الوطني لتعليم الكبار عن تعليق دروس محو الأمية وتعليم الكبار انطلاقا من اليوم وحتى الثامن من نوفمبر القادم كما تقرر مواصلة العمل بالتوقيت الاداري الاستثنائي الى غاية الخامس عشر من نوفمبر عشرين والفين وتضمنت القرارات منع كافة التظاهرات العامة والخاصة بجميع اشكالها انطلاقا من اليوم وحتى الخامس عشر من نوفمبر القادم ومنع كافة التجمعات التي تتجاوز الاربعة اشخاص في الاماكن العمومية باستثناء وسائل النقل اجراءات تلائم التوقيت الجديد لحظر الجولان اعلنتها شركات النقل الوطني على مستوى تونس الكبرى او النقل بين المدن الذي يشمل جميع ولايات الجمهورية تطبيقا للاجراءات التي اعلنتها رئاسة الحكومة في الثامن والعشرين من اكتوبر الجاري والمتعلقة بفرض حظر الجولان في كافة ولايات الجمهورية اعلنت وزارة النقل جملة من الاجراءات والتعديلات تهم السفرات التي تؤمنها وسائل النقل العمومية فقد اعلنت شركة الوطنية للنقل بين المدن انها ستحافظ على نسق نشاطها وتوقيت حافلاتها الحالية باستثناء بعض الخطوط مع وجوب الاستظهار بالتراخيص اللازمة والوثائق التي تثبت ضرورة تنقلهم عند اقتطاع تذاكرهم عم قلنا بتعديل جزئي للأوقات للحافلات التي توصل لتونس ولا توصل داخل الجمهورية قريب لمنع تحديد منع جوالان القرارات الجديدة اللي هي بالنسبة وقت يجيب الشيء عند اقتطاع التذكرة يستظهر بما يفيد الحالة الاستجالية مثلا ذلك اللازمة عنده وفاة ولا عنده رانديفو متعتبيب ولا عنده وإلا ترخيص ما انت بشيء عمل عنده وانت يلزئل طالب البطاقة الطالب وعلى غرار ما اعلنته الشركة الوطنية للسكك الحديدية من تغييرات طفيفة في توقيت بعض القطارات على خط الاحواز الجنوبية قامت شركة نقل تونس بتغيير جزئي في توقيت بعض الحافلات تغيير المواقيت متع السفرات الأخيرة على شبكات النقل التي تابع شركة النقل بتونس بتونس الكبرى الشركة ولات قربت في مواعيد السفرات الأخيرة خاصة على مستوى الحافلات على مستوى شبكت الحافلات خاصة الخطوط الطويلة السفرات الأخيرة ولات الخمسة ونص التي تنطلق من تونس العاصمة وبنسبة للخطوط القصيرة الستة متع عاشية وبنسبة الشبكة الميترو كافة الخطوط بش تنطلق في آخر سفراتها السبعة متع عاشية وبنسبة للقطار تونس حق kg لمارسة ستة ونسبة عشرية يكون آخر ديبار هذا وتؤكد وزارة النقل واللوجستيك مواصلة تطبيق الإجراءات المعمول بها والسماح لأصحاب عربات نقل البضائع بالتنقل خلال فترة حظر الجولان لتسهيل نقل المنتوجات الحيوية والمرتبطة بعمليات التصدير والتوريد داعية إلى ضرورة استظهار السائق بترخيص أو إذن بمأمورية من صاحب المؤسسة أو الناقل يذكر أن توقيت حظر الجولان حدد من الاثنين إلى الجمعة من ساعة الثامنة مساء إلى ساعة الخامسة صباحا ويومي السبت والأحد من ساعة السابعة مساء إلى ساعة الخامسة صباحا بعد تسجيل حالة وفاة وإحدى وأربعين إصابة بفيروس كورونا في صفوف المقيمين والعاملين والمشرفين بجمعية الرحمة لرعاية المسنين وفاقد السند بالمكنين من ولاية المنستير تم أخذ إجراءات وقائية حينية لتطويق العدوى وتأمين الرعاية الصحية للمصابين يتوصل أخذ عينات دمين من المقيمين بجمعية الرحمة وفاقد السند بالمكنين من ولاية المنستير إثر تسجيل حالة وفاة لمسن يبلغ من العمر 71 سنة ثبتت إصابته بفيروس كورونا وتسجيل أحدى وأربعين إصابة بين مقيمين ومشرفين وعاملين هو للأسف رغم الإحاطة الموجودة تسربت العدوى نهارت سبت وقاعة علامنا اللي فما مريض ظهرت عليه أعراض حولناه مباشرة للمستشفى الجهوي بالمكنين ونوقعت العناية به لكن كما تعرف اللي هو توفى نهارت لحد في الصباح نهارفعنا 59 عينة مالوريزمون ظهرت 41 حالة حالة إصابة جديدة الحمد لله الحالة متحمدة ومستقرة ما فمش حتى مصاب عنده أعراض للحظة هدية الإحاطة بالمسنين الكل وحتى البرسونيل اللي مرضوا ربيش فيهم من نسبة كل معناها تنطلق من عملية تعقيم وعملية الإحاطة النفسية خاصة وحتى الإحاطة الطبية معناها نعمل مراقبة للحالة الطبية معناها الحرارة رفع درجات الحرارة ومنسبة الأكسجين في الدم عملية استباقية رفع الدم باش نشوفه ثميش تأثير على معناها حالي تظرف الدم تأثير الكوفيد معناها باش ناخذوا السباقية باش ناخذوا للجراءات اللي يزم السلطة الجهوية تدخلت لتوفير أجهزة تنفس ووقايا وأدوية إضافة إلى تعقيم مقر الجمعية من أجل إقامة آمنة الحالة النفسية المقيمين حاليا جيدة في حالتهم مستقرة نفسانيا معنويا قاموا بدعمنا بأجهزة طبية كأجهزة المتاع الأنعاش قاموا أيضا بدعمنا بالأدوية اللازمة ومشكورة للوزارة الصحة ثلاث وثلاثون إصابة في صفوف المقيمين من مسنين وفاقد سند لم تمنعهم من التفاؤل والدعاء بزوال هذا الوباء تمكينهم من حرية التصرف في مخزون البطاطا الغير مرفوع هي من بين المطالب الملحة لأصحاب مخازن التبريد بجهة الوطن القبلي بعد عجزهم عن ترويج كميات هامة من البطاطا بسبب جائحة كورونا أطلق أصحاب مخازن التبريد بجهة الوطن القبلي صيحة فزعا بعد عجزهم عن ترويج كميات كبيرة من مادة البطاطا التي تم تخزينها لتعديل السوق خاصة خلال الموسم الفصلي أزمة أبرز أسبابها تراجع الطلب بسبب جائحة الكورونا ميت متوفرة ومتوفرة كثرة عنا في وحدة التخزين لكن الترويج يعني هو اللي معدها وقف نطالب وزارة الإشراف باش تمدلنا في أسرع وقت حريد تصرف للمخزون الغير المرفوع هذا أكيد وأكيد جدا يعني مش معقول باش نقعد بعد يعني خمسة أسابيع من ترويج نخليه يعني تبقى عنهم يعني كمية كبيرة وكبيرة جدا غير مرفوعة أنها تعطينا الحريد تصرف حتى يعني نعدلوا أقل شي يعني ونقصوا من الخسائر اللي باش تكادوا إكابتها المخز الرفع قاعد ما فماش رفع فماش هزين بطاطا احنا وحنا توبوا البطاطا بتاعنا وخايفين الوقت يفوتنا طالبين من سلطة الإشراف باش تسرع لنا في الأذون حرية التصرف وطالبين زادة المنحة متاعها مناول مصاب ما ما عطوناش منحة متاعها مناول باش عطونا المنحة متاعها مناول هكو تشوف رغم الركود متال الوضع متال المخزون متال البطاطا وزارة المالية تحب تفرض علينا أداع القيمة المضافة رغم لي وزارة الإشراف ومتعنا وزارة التجارة قالت لي احنا مغير خاضعين للأداع القيمة المضافة باش يكون ضرب القاضية لنا للشركات التبريد وباش يتعبنا وباش يكون أكثر في معانتا باش يطلع في الغلاية متال مادة البطاطا ورغم وفرة مادة البطاطا بالمخازن في ولاية نابل والترويجها للتجار بسعر أقل من دينار للكيلو جرام الواحد فإنها تصل للمستهلك بسعر يفوق التسعير التي حددتها وزارة التجارة تم تخصيص 240 تن سبوعيا يعني حقرها في حدود ألف ترناتا شهريا وتم توزيحها على مستوى أسواق الجملة وبكل صراحة مكنت التكمية هذه من تعديل الأسعار والحد من وجود أسعار يعني مشطة على مستوى السوق يبدو أن خطة الدولة في استعاب المخزون الاستراتيجي لمادة البطاطا تعرف بعض العراقيل بسبب جائحة كوفيد-19 وبات من الضروري وفق أهل القطاع إيجاد حلول بديلة تضمن حقوق المنتج والمخزن والتاجر والمستهلك طالب عدد من متساكني منطقة العبادلة من معتمدية دوز الشمالية طالبوا بتهيئة البنية التحتية لجهتهم وربطها بالماء الصالح للشربة وشبكة التطهير رغم إدماجه في مثال التهيئة الترابية منذ سنة خمسين وآلفين إلى أن حي علوت الثانية بمنطقة العبادلة من معتمدية دوز الشمالية والذي يضم أكثر من خمسين عائلة مازال متساكنيين ينتظرون ربط منطقتهم بشبكات الماء الصالح للشرب الساكن من 2010 في علوت الثانية ولتول ماء ما عندناش الماء ولو ناس الزوز ما ثماش لآخر مرة عملونا طريق هذا الكياس ولكن ما هوش كياس شبه كياس وقالونا راوة ما عادش نجمة تمس ما عادش نعطوك ترخيص في الماء إلا بعد خمس سنين عهد عشرين عالفين وعشرين ونفتقر الماء صالح للشرب الحمى كل ما عندناش ماء عباد لك كل ما عندناش مواد ترخيص بلايستر فيه لذرنة ذرنك تشحينا في الشارع كلها تلعب في الشارع شباب هذا ضايع انتفار بمرقب رياضة فيه الطريق حتى الرصيف ما ثمش الطريق يعني من المفروض يكون طبي شوف فيه شوف فيه كيفاش النارة موجودة ناقصة 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 لنارة ناقصة ثم كعب غادي ناقصة ياسر لنارة رئيس بلدية دوس أكد أنه تم رصد ميزانية تقدر بمائتين وعشرين ألف دينار من أجل مساعدة العائلات من ذوي الفئات الهشة والتكفل بمصاري في ربط منازلهم بشبكة الماء الصالح للشرب في الأخير الحلل تجينا إلى أن العائلات المعزة التي تتحصل على الكرني أبيض أنها تتحصل على الاشتراك في المياه حتى تمتد هذه الشبكات منافل الأحيال مجانا وكذلك بالنسبة للتطهير عندنا مشروع متاع التهذيب الأمراني في حي العبادلة إن شاء الله من بين العناصر المشروع هو التطهير وكذلك حتى بالنسبة لإدارة متاع التطهير إدارة جاوية اللي قبل لي بالتطهير معنا عندهم برنامج سنة 2021 أنهم بشكون تونس مغطاة بشبك تطهير دود مغطاة شبك تطهير معناها كاملة حية لوتي الثانية من منطقة العبادلة بدوس واحد من عديد الأحياء بمدينة دوس التي تنتظر تدخلا من المؤسسات المعنية من أجل تقديم حلول جذرية لتطوير وتهذيب هذه الأحياء يختار عدد من التونسيين التنزه والهروب من ضغوطات جائحة كورونا إلى إحدى المنتزهات لما تتميز به هذه الفضاءات من طبيعة خلابة وثروة حيوانية متنوعة فكرة عن إحدى منتزهات ولاية سوسا في الريبرتاج التالي ممرات تكاد تكون خاوية وحيوانات تنعم بالراحة بعد أن كانت آلاف وألاف من الزوار والسياح ترتاد هذه المحمية أيام العطلي ونهاية كل أسبوع بثلثي المدربين مما يسمح بحماية الجامعي من جهة وتأمين الحياة المعتادة للحيوانات من جهة أخرى بعد المدوات يلتأم الجرح وتعود الحياة إلى سالف نشاطها نهاية النشر مشاهدين الكرام ونذكركم بعنوينها عشر وفيات جديدة بفيروس كورونا في كل من من نبا والقصرين وسيدي بوزيدة والتمديد للمرة الثانية في حظر الجولان بالمونستير شركة نقل تونس تعلن عن إجراءات جديدة على مستوى السفرات تماشيا مع نظام حظر الجولان نقص في ترويج البطاطا وأصحاب مخازن التبريد بجهة الوطن القبلي يطالبون بالإسرع لإيجاد حلول ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تحية طيبة مشاهدين الكرام وإلى اللقاء